أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودا أن مدينة شرم الشيخ أتمت استعداداتها لاستقبال وفود مؤتمر قمة المناخ من مختلف دول العالم وأن المدينة أصبحت أولى المدن الخضراء صديقة للبيئة جاء ذلك خلال استقبال فودا للسفير الهولندي بالقاهرة والذي أبدأ إعجابه الشديد بالمدينة عقب تطويرها وتناقش في عوامل متعددة تساهم في تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة كما أبدأ السفير الهولندي إعجابه بتطوير منظومة النقل النظيفة بالمدينة تقربنا من المؤتمر تفصيلنا أيام بسيطة في الحقيقة دي تاني زيارة للسفير الهولندي تاني زيارة لي هنا وهو وصل للمدينة وقاعد معنا لجاءت يوم عشرين في الحقيقة هو جاي يعني يأكد ويأكد الدعوة ويأكد وجودنا هنا وجوده هنا معنا وجوده البرامينستر لتاع هولندا ومجموعة عجل اللي هو جيبها من هولندا يعني يقرر أنه هو إن شاء الله في نهاية المؤتمر هيهديها للمحافظة فإحنا بنسعد به ونسعد بالشعب الهولندي بالكامل ترجمة نانسي قنقر